اكد سعادة المستشار راشد محمد بنجم الأمين العام لمجلس النواب أن الأمانة العامة وضمن سعيها الحثيث لتنفيذ الاستراتيجية العامة التي أطلقتها مطلع الفصل التشريعي الخامس استطاعت أن تخرج بحصيلة غنية من الإنجازات التي ساهمت في دعم العمل النيابي ومساندة أصحاب السعادة النواب في أداء أدوارهم ودورهم التشريعي والرقابي لسيما وأنه خلال السنوات الأربع الماضية قد خلى تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية من أي ملاحظات مالية أو إدارية تتعلق بأداء الأمانة العامة لمجلس النواب وأكد بنجم أن الأمانة العامة وبرغم الظروف الاستثنائية التي تزامنت مع الفصل التشريعي جراء تفشي جائحة كورونا استطاعت أن تحقق الاستمرارية للبرامج والخطط الداعمة للعمل البرلماني وذلك ترجمة لتوجيهات معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب مشيرا إلى أن الأمانة العامة حققت نجاحات متميزة يأتي في مقدمتها حصد المجلس جوائز محلية ودولية والعمل على ضبط المصروفات وترشيد الانفاق اتباعا للسياسات العامة للدولة كما اتخذت خطوات التطوير للأنظمة الإدارية والمالية والتقنية للوصول إلى الممارسة الفضلة وتقديم الدعم الإداري والمالي واللوجستي والتقني وتنفيذ العديد من المشروعات الحيوية والاستراتيجية الداعمة للعمل البرلماني وضف أبو نجم أن الأمانة العامة قدمت الدعم الفني واللوجستي للعمل البرلماني في 2824 موضوعا برلمانيا كما قدمت دعما في 117 جلسة برلمانية وضمن 123 تقريرا برلمانيا و282 اجتماعا للجان خلال الفصل التشريعي الخامس طبعا الأمانة العامة قامت بدور منذ اليوم الأول لصحاب السعاد النواب فوزهم في هذا الفصل طبعا نغمنا بكثير من الدعم اللوجستي والفني لصحاب السعاد النواب لظهور المجلس بهذا الطرح من موضوعات تقريبا من 2807 موضوع كل هذه كانت تحتاج إلى دعم فني وتقني من قبل الأمانة العامة طبعا الآن في الأمانة العامة نسعى اليوم إلى أهم مشروع أنه التحول الرغمي طبعا بدنا في دور التشريعي الأول من الفصل هذه والحمد لله أنجزنا فيه يعني نسبة مش بسيطة ونحن نطمح أن نحن نكمل لأن ارتعينا يوم في ظل جائحة كورونا كنا على مقدرة أن نحن نتجاوز هذا الجائحة من خلال إدارة تقنيات المعلمات طبعا الحمد لله أهم الأمانة العامة قامت فيه حصلت على جوائز وشهادات في الموقع الإلكتروني للمجلس وأيضا أن نخلو تغارير دوان رغبنا أي ملاحظات على الأمانة العامة في الفصل الكامل من أربعة دوار وهذه كانت بفضل توجهات معالي رئيسة اشتركوا في القناة